المشكلة لي هو أنه داركي يتعدى عليها وبغيت المالك يعاوني في هذا الاعتداء الذي يتعدى عليها الداركي الداركي يتعدى عليها يغتص بني بمشاركة مع دارهم ومن بعد الاغتصاب جاءت تقدم لدارنا لكي يغطي لذلك الاغتصاب لداري تحت التعديد وبزافة الحويش فعلاً وافقت جغت بني من دارنا ويقالوا بشكل طوال بشكل طوال يقولون يقولون لنا ما سيكون في الخدمة وما سأعطيهم الأدارة فأنا لقد أعطيتهم وفقناهم إلى اللقاء ومعنا لم يقبلوا أنه سيكون في الخدمة وليس سأتطل معه وقالوا معي وفقوا ليس فقط لم أفقه سأخذ المشكل عادي لدي مشكلة لم يقبل فعلا المشكلة يدخل فيها أزودان أصلا تل أزودان أظر مع الواليد وقال لي فعلا لديه المشكل وعادي ونقف معه تدر وراقه فعلا الواليد خلاني مشيت معه السماء في دارهم ثلاثة شهر صافي شوية ويقول لي سأذهب ونتحول المركش قلت لي علاج قال لي نقطع لي الخلصة حتى كنت أتخدمه في صناعة التقليدية المغربية وقال لي باش أتخدمه وتعاونيني شوية ألا بل ما يتلقى بيشوفه ما يتندير فعلا ذلك شهر جيت سكنت هنا في مراكش هذيك البرتمال ليشدك اللي دار زمك شده لنا وكان في اسمته هو أجودان وواحد سمصار كينين في طامن صورت بالفعل هاد هاد السمصار وقال لي لدارك وخرجوا لدارك وقالوا بالفعل وسجلت مكالماتي فيها كانوا ما يناس للحقوق الإنسان وكانت ميز صديقة لذلك لذلك سمصار سمصار جاوبني في سؤالات أن هذا الداركي تصل به بالتليفون وقال لي شوف ما تعرفني ما نعرفك ما نعقل شيء لك نقرها أنا كنت هيتا جبال دارنا وصافي تتعرفي دارنا أنا ما عندي بات تعالق وما نعقل شيء لك وقال لي أنا قنسو الوكي المالكي لقال لي باش نشهدر غنشهد ما خلوني نشهدراني ما غنشهد وهكا مسجل ومكتوب عند الدارك هاتفين وستدعوه الدارك وبمساعدة دارك ديال ولد عمران بطبيعة الحال لا يجعله أنه يشهد المساعدة لجودان ديال ولد عمران لا يجعله أن يشهد فهل نرجى برغم الإثبات التي أعطتهم على هذا السيد ما داروا معي هوالو أرجعت هذا السيد ما داروا معي فين الداني لهذيك الداني لهذيك منصدقت حاملة ما تقبلش هو ذاك الحمل سيقول لي يا حيدي أنا أنا ما نقدرش سيقول لي يا رأى بقي ما داروا معي سيقول لي يا رأى تالخدمة مخصوم شعرفوا بأني أنا رأى كي حملوا ورأى ما كانوا رأى كي نشرا وعرى لي على الخدمة قلت لها أنا عادشي لكتب الله هاي طولي يا داروا ما هدوني ما قبلش لي مشا واحد خالتي أنا ما نفهمش معها نهائيا ومجري مخاطرة مشا تفهم معها ووعدة باش يدخلها ولدها البوليس فعلا دخلها ولدها البوليس ساعدوا تدخل وضربتني في كرشي وسط سبيطر بنطفيل فكر شي طيحته وليد زد بنازيف عايتنا البوليس جاء وحضر واحد البوليسي جاء على الثاني فاش فاق فاش نوضوني الناس هكا جاءت تجريقة لهم وش بقى عايشة أنا رأى بغيت نقتلها توقف البوليسي قال لها أشوفي ما تبقى يش توصل لعدابة أنا فاش حضرت صافي ما تبقى يش تقيسيها فعلا البوليسي أمر باش نتاز نتعالج هذا السيد فعلا البوليسي وقف معي وقفت على الرجال لم تفوت شعلي وقف معي وقف معي في سبيطر وعيدة البوليسي أخرين جاءوا والناس اللي في سبيطر كل شي شهدوا فيها بأنها ضربتني بالفعل وضربتني بالنازيف وذلك الشيء بقيت أنا في سبيطر حتى وقفوا اليدك النازيف وذلك الشيء فاش رجعت للدار مشيت رجعت للدار وتعتقلت صافي مني مشيت لقيت أنها وقف معها وخرجوا حتى حته خ unconقب وحتى تكسي مية وقفت الانتحاب وقفت عن Ske魔سي فيها حتى يتواجم وقفت عنه وقفت عنه ويجبون وفاقوا وضربتهم وانثم لديهم مريضة علي الإعاقة فيها ليس للا تدربة بشكل الانتحاب يمكنك المساعدة وانثم وانثم للتنفذ لتحديد ذلك الشيء لا يدروا معي التشيحة تدرت شكاية الواكي المالك بالفعل الواكي المالك تابحة نحضر الجالسة تدرت محامي الذي لم يدروا التشيحة لا يدروا ثلاثة المليون سوف نصاب الدار بسلحة بها ودير التعليق حيث سوف يصفتون العيون وقالي سوف تبقى مع دار عمي في اليوسفية حتى نصاب حتى نجي من العيون حيث بعيدة فعلا كانت عندي ثلاثة المليون وقالي سوف نسلح بها الدار عمي في ناجي فعلا أنا أعطيتها ودى جا سوف تلي فلوس في البانكة أعطيتهم حتى الروسي كنت نسفت لي في البانكة هذا الشيء هو اللي شدوا الدارية والأب والمول اللي كان بينا وقالوا لي ما أعطيتنا التحاجة مردتنا نغوطة نقولي لا أعطيتكم لا أعطيتكم الأوراق وصفتني بإهانة مدة في حالة مزرية مريضة يعني مشيت أنا مدير التحاجة لقد قمت بشهر الحبس قمت بشهر العنف داخل السجن بطريقة غير فشكل خرجت من السجن ثابت شكاية ثابت كنت تقوم بشكاية الوكيل العام صفت لي الدارك لتعوده تصنطلي الدارك وعطيتهم قاعد المواطيات ثابت ثاني في المحكمة الستنافة أو في مراكش قلت للمحامي ديالي قال لي داري استدعيت شهود وقال لي لأ شهود له وقال لي وحكموا لها بالباراق وقال لي مدارو وقال لي اعطني ثلاثة مليون داك شي دقيت عليه في دارهم خرج لي بباب بحد الحديدة وقال لي استيضرب فيها مقدرتش أنا نضطي أخوي خلاني مرميات موت يقول الناس لا تصلوا عشاء وكلمة اللي قال لي داربها وقال لي بي فقنيت يقول لي بحلكة بقيت تمثل اللي جمعوا لي الكلاب بقيت نضطي أخذ الشرم ديالهم تترس واحد شوية تقول لي اعطني الكلاب بي أكلوني بززافة وقال لي وقال لي بحد الحديدة وقال لي تضرب فيها وقال لي بقيت مرميات ملي الكامل تحد ما قدري وصلني تدازوا واحد جزمه اللي مات وقال لي بيقرروا ونطلبهم معطاوني التليفون وقال لي بقيت وقال لي لاجودان تنسما فيه هو وبا قال هذا كسير اللي واقف معا لي أمو قال لي رأيت لي لاجودان وقال لي ديال ما عمت ما رحنا غنخرجوا دابا ولقنا هكاكرا غاتمشي للحبز فعلا اخذتني ورماني في واحد الكروزة ديال ورماني في الشنطة اتداز واحد ملقر هو الهزني ومشاحتني في اليوسفية ولا واحد نشتول يا تاكسي صغير ودوني البوليس فعلا ذوك البوليس شافوا ذاك الحالة ديالوا ويقعد أية أسعاف وقل في أسعاف وقبل مفترة المالك وقعد أية مفترة مقبلة أهاتفهي كذلك لقد أخبرت قبل مفترة أقدمت باسترة أعرضها عندما أعطت من أسخة شهر وعيط لي الواكن العام والجديدات يقول لي واش غلباتكم وبعض المعاملات هاي بعون قضائي مكتوبة ومسجلة وكل شيء هاي بلعون القضائية هاي وطلعت للربعة وقررت شيكاية في رئاسة النياب العامة وقررت ليهم ذلك شي كامل وغالوا ما داروا معي هاي سفطوني من هنا وصفي عقلتني رجعت عند الواكن المالك شخصيا أعطيت الشيكاية باديك الأوديو مشيت عند الاجودان فلاد عمران ما دار معي والو أعطيته السيديات أعطيته باش خرجوا معي عند هذا السمطر أعطيته كل شيء ما داروا معي والو عطيته عند واكل المالك دخلت عنده حتى البرو دي رحطيت لي تليفون وقلت لي تساعدة الواكل وشانا تنكد بلالة وحطيت الورقة هجاية رأي عندي دي هالبعون قضائي فعلاً واكل المالك أمراتي قالوا في الحين تعتقل هذا السيد أنا أعطيته وقال لي باش تدير معه مواجهة دارك دياله فعلاً كان صديقة ديالي قالت لي خطر باش يبوح قيصوا لنا رسولات طنوبيل ديالها طردنا البزاف تعلقون في بداية باش وصلنا تماما فعلاً درت معه مواجهة أكدت لهم كل شيء تعتقل مشتتنجز ديت محامي ديالي نعيها جمعية حقوق الإنسان وهذا هذا السيد تحكم بشهرين نافذة ومية وستين الفريال طاويت ديالي يعني مشيت أنا استانفت محامي ديالي استانف لي صنعيات المحامي ديالي تقول لي رأى مشيت عندهم قال لي باقي معي لاش رجلسة سيد داز وخرج باراءة وانتي يقول لي المحامي ديالي رأى باقي ما تعينات لاش رجلسة صبرتا عيد جيت مشيت عند المحامي قلت لي رأى اشنا ديالي طولت لم أعرفت ما هذا قال لي قال لي يلا الجلسة بقي معين واش وصلت المحكامة وانا قال لي ما عطينا نسخة الحكم وانا قال لي لا ما يكن بدأت يتعربي وانا قال لي لا لا نسخة الحكم وانا قال لي رادك سيد وانا خرج باراءة جيتني بحل الحمق ما قدرت قلت عند الرئيس دخلت عنده دخلت عند الواكيل دخلت الراية وعتصمت تمام احدى المحكامة قال الناس كل شي رأيوني تماما تنغوط على الحق ما داروا معي وقال لي انا في سيدة الحال وانا أذهب الى الناس كلام وانا كانت النور لم يكن ليس بحصل لأنا وانا يرى عاما وانا يتدو فيها من 2016 وانا نسخة في هذا أقوم بحاجة في جلسات لتعاون معي المحامي لتحضر الجلسات وانا أذهب الى الناس كلام وانا تنغوط على المركوب ومريضة وعادة ومتعد الله وانا قال لي لا محكمة المحكمة مرة أولا من المحكمة مرة أخرى لماذا أنني أتعذب المركوب والسكارفيس وليس في حالي؟ أعطني نفس الحكم. تأييد الحكم. لم أعطني شيئاً. فقد أضربتني بشيكاية. سحبوا لي تصور الضرب بطريقتهم الخاصة. أعطني محمد أن أقول لي حرام عليك. لماذا؟ قالوا لي في المحكمة أن أدوز قدامك. وأنا أعطني أن تتقول لي أن أبقى الجلسة لا تعيناك. وقال لي أن أدوز قدامك. لأنك سيد خارج بالرشوة وليس شيئاً أخرى. وبالفعل بالرشوة وليس شيئاً أخرى. لأن الخطأ، قالوا لك الخطأ، إذا كان خطأ تزيد خصوة يرجع للسجن. لا تزيد خارج بالرشوة. لا تزيد خارج بالرشوة. لماذا تزيد خارج بالرشوة؟ لن أجل الثانية من المجرع. سأسر وضربت الباب عدة أخرى. لأنها منذ 25 يوم الطبيبية، فعلاً سأقوم بياقين جديد. لماذا تزيد خارج بالرشوة؟ أعطني التالي. هل أن أحضر الجلسة؟ وقلت على المصف 12 مصف 12 مصف 13. فعلاً أن أجلت تالي. قلت عني طريقة المحمد فاتصة. فعندما ذهبت الشهود لديهم ذهبت الشهود مع الدارك المراكي جاوزوني من ثم دوني بالهجوم 12 يوم جاء الحبس بالهجوم حكموا لي بثلت شغور سورسي ودوزت فيها 12 يوم تاع الحبس قدس طمان طمكينة والتعذيب سفتولي وسط الحبس عدبتني سبان وضرب وسط الحمام والدس والبرد والرعدة والبرد والشتاء والدس تخرجت الشهور السورسي و 12 يوم جاء الحبس على الأول ولا بشي نجيب الشهود ما قصدهما التالي حاجة سوى انهم سادور مع الدارك جابهم البقلياتهما حاليا مشي تاني للربات عاودوا تاني سفتوني لمراكش كتبوا لي سوف تنسي لأسفي هيا سوف تنسي لأسفي قلت لهم أسفي لا علاقة بيما بي مشكلة الدالية فيه كان في مراكش تخطفني في مراكش وتضربني في مراكش واغتصبني في مراكش والشهود كان في مراكش وكان مسكنني في مراكش وكل شيء في مراكش لا أساس الأسفي معه أصلا ساكن في السيدة بالنور لا لا لديه علاقة بأسفي لم يدروا معي ولو عاودت عني رجعت عند وكيل المالك وكيل العام المالك دخلت عنده قلت لها ساعدت الوكيل ديرني بحل بنتك فمثلا بحيث اتجدت هنا وطلبك التعاون معي لقد اردت ورحبت هذه الأشياء مرة تتجد ويجتد 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 ورحبت ويجتد ويجتد نفسها ويجتد لا تستطيع ونحن ويجتد لا تنظر أحد لا تنظر ويجتد أشياء تشوفه. وتشوف شيء عدد عزموس بإقدان تشوف أي شيء. يقولي أنه وصفت لي واحد للدار كنت سوف يقتني بالموسيا تحكم بشارين السورسين. آه هي آسفة. من دخلت عند الوكايل عمقاليمش بدون لقد وصفتوني جديدة. سنقوليه الجديدة. الوكايل عمدي جديدة صفت ليها رسالة خاصة. داليا فيها الوكايل عمدي جديدة تنصدرها صفتنا لك شيكالية لك المراكش. لديك المشكلة في مراكش وكذلك لوقع كامل في مراكش سوف تتبعوا معك الواكن اللي عم دي المراكش يعني هذه رسالة تجيء الواكن اللي عم دي المراكش جيت عندهم هما اللي عاودوا يرجع الجديدة لها أساس هو العلاقات الجديدة بعد الشي وعتاصم تحدى المحكمات الثلاثيام وأنا تنمشي تنغوط مدهروا معي وأنا تنطلب من جلالات المالك ومن المغاربة أخوتي كامل يتعاونوا معي في البرتاج ويتعاونوا معي أنا أريد أن تصل إلى المالك هذا الشيء على أن التعدد ستصل إلى المالك والتديد ستصل إلى المالك والأعداب هو هذا الدرب وأنه أريد أن تصل إلى المالك وأنت أطلب منك جلالات المالك يعطيني حق وهذا الحبيل لا يوجد شيء أخر هذا الشيء قد يترجى دول الحروب إحنا دولة مستقلة أريد أن أخذ حقيا أجلسك في خارجة المالك أعطينا حقي ولم يسمح شيء في حقي إلا الحبيب تطلب من جلالة المالك أعطينا حقي ومن المغاربة يتعاونوا معي والضربة ستشوفه ستصوره وأي تالي خربه فيه أنا على استيادة أعطي جلالة المالك أعطيتها لمادية لكل مسؤولين أعطينا حقي أعطينا حقي أنا الحبيب ومشيت لي كل شي دوزته وما تنازلش وما غنتنازلش وحقي ما غنتنازلش